السلام عليكم. ايه اخباركو حبيبي? ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. معاكم عزة. اتمنى ان شاء الله اللي يشوفوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. تشترك معنا في القناة ويعمل لايك للفيديو. هنعمل النهاردة ان شاء الله مهلابية. لزيزة جدا كرامية. مع سوز فراولة. الاتنين مع بعض مديين بصراحة حلو قوي. هنسمي بسم الله. ونشوف المكونات اللي معانا. معانا هنا لتر حليب. اي حليب انتو بتحبوه سايب معلب اي حاجة. وهي هحط تلات معالق من النشا. وتلات معالق من الدقيق. هو الدقيق بيديلها الطعم آآ غني شوية. لو انتو يعني مش حابين نكيتو اول ممكن تخيلو معالقتين دقيق واربعة نشا. ونحط السكر طابع الرغبة بتاعتكم طبع ما انتو بتحبوه الحاجة. ونقلب كويس على البارد بحيس ان الدقيق يدوب كويس والنشا. وبعدها نبدأ نسويه على النار. مع التقليب المستمر. واول لما نلاقي المهلبية بدأت تستوي زي ما احنا شايفين كده. هنسيبها بس لغلوتين برضو مع التقليب. او ما تعمل فقاعات كده. هنسيبها دقيقة بس بعدها. وكده خلاص نتفي النار. وهننزب بمعلقة الزبدة. بتديلها طعم ناعم شوية وغني. نقلب الزبدة كويس في المهلبية. وهي هتدوب على طول من الحرارة اصلا. وبعد كده هننقل المهلبية بولة. وهنحط عليها وهي سحنة كوباية آآ كريم شانتي خام. ونضربها كويس بالمضرب لغاية لما نلاقي قوامل المهلبية بتاعنا بقى كريمي وناعم كده ما فيش معياش جامدة ولا اسيا. واللي ما عندوش مضرب ممكن يعملها في الخلاط. يحط الكمية بسيطة بكمية بسيطة ويدرب لغاية لما الكريم شانتي يدوب فيها. وكده خلصنا هنبدأ ننقلها في الكاسات. طبعا وانتو بتملوا الكاسة ما تملوهاش لاخيرها خلوها يعني تلت تربع بس. وكده هنسيبها تهدى شوية. وفي الوقت ده نعمل صص الفراولة. عندي جينا ربع كيلو فراولة. دربتها في الخلاط بدون اي سوايل. وهنحط عليها السكر برضا لتبع رغبتكو. هنسيبها تغلي شوية صغيرين. وهنحط عليها نص كوباية مية. هنحط عليها معلقة نشا. لو انتو حابين قوامها يبقى خف شوية ممكن نخلي النشا نص معلقة بس. نقلبه كويس ونصبه على الفراولة وعلى النار هادية طبعا. نتاخد شوية ولا حاجة بس نقلب فيها لغاية لما نوصل لقوام اللي احنا حابينه. وكده بقى تمام. هنحطه على المعلبية وسوس الفراولة ده سخ بحيس ان الوش بتهايه باملس. اشتركوا في القناة كده احنا خلصنا ممكن نقطع قطع فراولة ونحطها على وشها. طبعا التزيين ده تابع رغبتكو وتابع ما انتو حابين الحاجة يعني فننوا براحتكو. وكده خلصنا الوصفة الجميلة دي والبسيطة. نحطها شوية في التلاجة. تهدى شوية. نشوف شكلها بصراحة حلو جدا. تنفع للجوف حتى انتاخدش وقت مننا خالص. القوام بتاعها آآ قوام المهلبية فعلا كريمي ونزيز جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واعملوها في رمضان هتبقى حلوة جدا بعد الفطار. وفي الصيف طبعا بتبقى الحاجات دي مطلوبة جدا وجميلة. شايفين القوام قد ايه جميل? ان شاء الله تعجبكم. ويضمتم جميعا في امان الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.